عدد كبير من المشاهدين والمتابعين كانوا بيسألوا عن موعد صلاة الجنازة هنوالي حضرتكم بكل التفاصيل الجديدة وكل المستجدات صلاة الجنازة هتكون بعد صلاة الظهرة من مسجد النهيل بالدقي والدفنة هيكون في مقابر العائلة في 6 أكتوبر مرة تانية مشاهدين الكرام أعلنت أسرة الفنان مصطفى فهمي في تصريحات لي اليوم السابع أنه صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد النهيل بالدقي والدفنة في مقابر أو الدفنة بمقابر العائلة في 6 أكتوبر وفق تصريحات عائلة أسرة الفنان الراحل مصطفى فهمي منذ اللحظات الأولى من صباح اليوم الموت بيغيب الفنان مصطفى فهمي وحالة كبيرة من الحزنة طبعاً والصدمة بتسيطر على تخيم على الوسط الفني وخلني أقول لحضرتكم أنه كانت صباح اليوم نعت الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية الفنان مصطفى فهمي وأيضاً الهيئة الوطنية للإعلام تنعي الفنان الكبير مصطفى فهمي استيقظنا كلنا اليوم على خبر صادم وحزين جداً 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 وهو وفاة الفنان مصطفى فهمي بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة وطبعاً كان أول رد فعلاً من الفنان مصطفى فهمي حلة من الحزنة طبعاً ومصطدمة سيطرت عليه بعد معرفته بوفاة الشقيق وبعد تعرضه لوعكة صحية منذ صباح أمس ومنذ صباح أمس وحتى الساعات المتأخرة من الليل وعلى إثرها فارق الحياة كمان أبدأ عدد كبير جداً من الفنانين في مهرجان الجونة عن رغبتهم في العودة لفدور جنازة الفنان مصطفى فهمي وده عن إرجان النجم الأنيق جميل الروح والشخصية بمسيرة فنية حفلة أكتر من مئة عمل درامي ومبين تلفزيون وسينما أعمال كثيرة كثيرة بصمة كبيرة في الوسط الفني خسارة لا تعود رحيل الفنان مصطفى فهمي الفنان وطرق الحقيقة سيرة طيبة بين زملائه وأصدقائه وكذا نعوه عدد كبير جداً من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة لن يتسبب يوم من الأيام في أي أزمة بين الفنانين لن نتبع له أي تصريحات جدلية كان دائماً كان دائماً حريص على السيرة الطيبة كان له قدور وأداء لافت ومميز في كل أعماله كان يضع كل تركيزه في عمله فقط رحل اليوم الفنان مصطفى فهمي عن عمر نهز 82 عام حقيقة هو نجم من طراز خاص الفنان مصطفى فهمي نجم من طراز خاص وسيترك فراغ كبير جداً في الحياة الفنية ويعني كان في كلمات مؤثرة الحقيقة منذ صباح اليوم من الفنانين بعد وفاة الفنان مصطفى فهمي كلمات كانت مؤثرة من كل الفنانين الحقيقة الفنانة إلهام شاهدين والفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس وأيضاً وفنانة صفاء أبو الصعود عدد كبير والإعلاميين أيضاً لأن رحيله كان مفاجئ وكان صادم دي الجميع كل نجوم الفن كانوا حرصين على نعيه بكلمات مؤثرة رثاءه بالكلمات المؤثرة وعن افتقادهم له كان جميل الروح والشخصية كان ملتزم كان يعني هو الجان الجان زي ما كان بيلقبه البعض جونجوان السينما الفنان مصطفى فهمي حين هو وقف أمام الجميلات شارك البطولة مع فنانات جميلات كثيرة جداً زي فنانة يسرى وناديا جيندي وإلهام شاهين ودلال عبدالعزيز وغيرهن كثير كثير وبنكلم عن أكتر من نقة عمل في السينما والدراما أبرزها طبعاً هو حياة الجهري ومعاني الوزيرة بابلو أهل الكهف اللي كان بيعرض فيه الأشهر الأخيرة طبعاً مسلسل قصة الأمس واللي كان حق نجاح كبير جداً وعن دخوله لعالم التمثيل زي ما قلنا هو دخل التمثيل بالصدفة كان بيعمل مساعد أو مسور في أحد الأفلام بعدها طلب منه المخرج عاطف سالم الظهور أنام الكاميرا وتقريباً كده مجرد نقدم عدد من الأعمال زي أمر الزمان ولمان ترشق الشمس ونبتدي منين الحكاية توالت بعدها بقى كل الأعمال ما بين سلم وما بين دراما هو زي ما قلنا هو الأنيق وجميل الروح والشخصية حزني كبير جداً من الجميع على وفاة على الفنان مصطفى في أفا آخر الأعمال قلنا كان الفيلم أهل الكهف كان بيعرض فيه الشهور القليلة الماضية كمان المتابعين كانوا بيسألوا كانت إمتى آخر المكالمة هاتفية استقبلها الفنان حسين فهمي من شقيقه مصطفى فهمي كيف ودع الفنان حسين فهمي شقيقه مصطفى فهمي ده طبعاً يعني كان سؤال مهم جداً من عدد كبير من المتابعين وزي ما قلنا أنه الفنان حسين فهمي يأكد أنه عودته للقاهرة طبعاً حضور جنازة شقيقه أما بخصوص آخر اتصال كان الاتصال في الساعات الأخيرة ليطمئنه على حالته الصحية كمان كانت من الصور المتدولة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة صورة بتجمع الفنان مصطفى فهمي بزوجته وأبنائه الاتنين والشبه اللي بينه وبين ابنه عمر والكل كان بيعلق على الشبه ويقوله فولة وتقسم بنصين الفنان مصطفى فهمي وابنه عمر الشبه بينهم كان كبير جداً وكمان يعني أولادهم ما كانوش بيظهروا كتير الحقيقة لكن الصورة أظهرت مدى التشابق الكبير بين الفنان مصطفى فهمي وابنه عمر وتفاعل معاها عدد كبير من المتابعين دي كانت أبرز التفاصيل الخاصة بمواعد صلاة الجنازة هتكون بعد صلاة الدور من مسجد النيل بالدقي وهتكون دفن بمقابر العائلة في 6 أكتوبر خالص تعزينا لأسرة الفنان مصطفى فهمي والكل المخبي وجمهوره في مصر والوطن العربي ورحم الله الفنان وجعلوا في الفرد وصل أعلى منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر شكرا لحظه qua ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة